سنتين الظهور ولا واحد يجي ينتخل مراكز الاقتراع الخالية إلا من المشرفين على الصناديق ومندوبي الأحزاب وبعض الفئات مشهد يعكس مزاجا شعبيا عاما يتادت الأحزاب على ملاحظته في الانتخابات السابقة مقاطعة شعبية لانتخابات مجالس المحافظات بنسب تصل إلى 90% وفي أقل تقدير أكثر من 80% من العراقيين الرافضين للعملية السياسية وما ينتج عنها من حكومات ومجالس محافظات مقاطعة لم تستطع استيعابها مفوضية الانتخابات التي أطلقت جزافا كما يقول مراقبون أرقاما عالية للمشاركة دون أن تقدم أدلة تنسجم مع واقع الحال أو تتوافق مع اعترافات مصادر برلمانية بخيبة أمل الأحزاب من إقناع العراقيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع رغم كل أدوات الضغط ووسائل الترويج التي استخدمها المرشحون يقول ناشطون إن المواطن العراقي لا يرضى لنفسه أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع وليس في بيته مياه شرب نظيف كافية ولا توجد كهرباء وطنية ثم كيف سيصل إلى صناديق الاقتراع والشوارع غارقة بالأمطار وأكوام النفايات تلوث الأحياء السكنية هيئة علماء المسلمين في العراق بدورها أكدت أن المقاطعة الشعبية للانتخابات التي تجاوزت حدود الثمانين بالمئة وفق التقديرات الأولية تعكس نضوج الوعي لدى الشعب العراقي وفهمه العميق لحقيقة العملية السياسية ومخرجاتها وبحسب بيان الهيئة فإن الملاحظة في هذه الانتخابات عزوف فئة الشباب عن المشاركة فيها وهذا ما يعد مؤشرا واضحا على رفض شباب العراقي لها وقناعتهم التامة بعدم جدوها واستحالة تمرير أسلوب الخداع على هذه الفئة التي تتوق لبناء بلدها بعيدا عن هيمنة الأحزاب والميليشيات ترجمة نانسي قنقر